السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا الشرح اللي راح ناخذ فيه نظرة تعريفية على تطبيق إنجاد الجديد أولا عندنا هنا البلاغات مصنفة إلى قسمين في الأعلى بلاغات العالقين وهنا عندنا بلاغات المفقودين هذا أول شيء عندنا في الأسفل منها عندنا علامة التقويم من خلالها بإمكانك تحديد تاريخ معين إلى تاريخ معين مثلا من 19 فبراير إلى 26 فبراير بعدها نضغط على الحفظ وهنا راح يظهر للبلاغات فقط في هذا التاريخ من هذا الخيار بإمكانك عرض البلاغات على شكل قائمة أو بإمكانك بقاءها على شكل البطاقات أيضا بإمكانك تصنيف البلاغات مثلا هنا عندي بلاغاتي فقط بإمكاني يظهر بلاغات اللي قمت بمباشرتها أو اللي أنا الآن مباشر لها أو البلاغات القائمة وهي البلاغات التي لم تنتهي إلى الآن والبلاغات الأقرب راح يفرز للبلاغات حسب الأقرب منها أيضا هنا عندي هذا السهم المنسدل في بطاقة البلاغ بإمكاني مشاهدة تفاصيل هذا البلاغ ولو كان في صورة أو فيديو رح يظهر لك في الأسفل بإمكانك مشاهدة هذه الصورة أو الفيديو أيضاً هنا عندي رقم المبلغ لو ضغطت عليه رح يحولني إلى الاتصال بهذا الشخص بشكل مباشر من خلال هذا الزر وهنا أيضاً عندي علامة جوجل مابس ورح تسمح لك أن تفتح البلاغ في الخريطة حسب التطبيقات المتاحة هنا بإمكاني مباشرة البلاغ نضغط على جاهز المباشرة بعدها نضغط على تأكيد ورح ننتظر إلى أن يتم الموافقة ورح نشرح لكم بعدها القطوات التالية بعد قبول البلاغ قم بتحديث الصفحة بهذا الشكل لاحظ هنا تم قبولي في البلاغ وأيضاً رح يوصلك إشعار في قائمة الإشعارات أنه تم قبول البلاغ وإذا أردت حذف الإشعارات جميعها نضغط على هذه العلامة ورح يتم حذف جميع الإشعارات الآن لو دخلنا على هذا البلاغ لاحظ أنه صار بلون أحمر بعد القبول وهنا بإمكانك مراسلة مشرف البلاغ من هذا الخيار نضغط على هذا الخيار ورح يحولها للواتساب هنا عندي يظهر لي رقم المبلغ وهنا عدد المباشرين اللي هم اثنين بإمكاني مشاهدة المباشرين والتواصل معهم بشكل مباشر أيضاً لو ضغط على رقم الجوال الموجود هنا رح يقوم بالاتصال مباشرة بالمباشرين هنا عندنا أيضاً ثلاث خطوط لو ضغط عليها بإمكانك طلب إنهاء البلاغ في حال اكتماله أو إذا كنت بحاجة إلى الدعم مثلاً سيارات إضافية أو مغادرة البلاغ أيضاً لو ضغطنا على خيار متابعة بإمكانك متابعة البلاغ على الخريطة ولو ضغطنا على الأعضاء بإمكانك أيضاً مشاهدة الأعضاء من هذا الخيار وبإمكانك تصغير الخريطة ومشاهدة مواقع الأعضاء لاحظ عندنا هذا العضو موجود هنا والعضو الآخر موجود هنا بإمكانك مشاهدة أماكنهم في الخريطة أيضا من خيار التلسكوب هنا بإمكانك مشاهدة جميع البلاغات وأيضا بإمكانك تحديد تاريخ معين للبلاغات مثلا بإمكانك تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية ورح تظهر لك البلاغات في التاريخ اللي أنت حددته وهنا بإمكانك تصنيفها حسب ما أنت تحب مثلا بلاغات القائمة والأقرب وبلاغاتي فقط تقدر تحدد منها اللي أنت تبي هنا عندنا بطاقة العضو يظهر لك فيها بياناتك الشخصية هويتك ونوع سيارتك وبعض المعلومات وأيضا رقم الدعم الفني عندنا هنا خيار المزيد لو دخل على المزيد هنا بإمكانك مشاهدة عدد البلاغات اللي باشرتها وعدد النقاط اللي اكتسبتها ولو ضغطت عليها رح يظهر لك مستويات العضويات حسب النقاط اللي اكتسبتها أيضا هنا رح يظهر لك ترتيبك في التطبيق مثلا هنا ظاهر لترتيبي 53 أيضا بإمكانك مشاهدة تفاصيل النقاط لو ضغطت على تفاصيل النقاط هنا بإمكانك مشاهدة المسافات اللي قطعتها أثناء مباشرة البلاغات وهنا بإمكانك مشاهدة لوحة الشرف لهذا الشهر وهنا بإمكانك مشاهدة كيفية احتساب النقاط أيضا من خيار عددات التنبيهات هنا بإمكانك تحديد مسافة معينة من خلالها رح يتم إشعارك في حال وجود بلاغ وبإمكانك تصنيف الإشعارات مثلاً تريد تحدد بلاغات العالقين فقط أو بلاغات المفقودين أو تفعل جميع التنبيهات وحتى يتم التفعيل بإمكانك الضغط على تطبيق أيضاً بإمكانك زيادة المسافة بشكل أسهل وضغط على علامة الزائد تكون المسافة أدق وعلامة الناقص تنقص بشكل أدق ونضغط على تطبيق حتى يتم تأكيد هذه المعلومات ونضغط على تطبيق أيضاً بإمكانك مشاهدة معلومات حسابك من هذا الخيار نضغط على معلومات الحساب وبإمكانك منشاهدة جميع معلومات الحساب ومن خيار موجود في الأسفل بإمكانك حذف الحساب